في الجولة العاشرة من الدور الفرنسي كان مقررا مشاهدين أن نشاهد بالأمس لقاء منتظرا بين مارسيليا وليون على الأرض المرسيلية لكن مشجعوا مارسيليا استقبلوا حافلة ليون بشكل عنيف لم يتوقف الأمر عند الصراخ والسباب بل تعدى إلى رشق الحافلة بالحجارة أي أنهم بادروا بهجوم جسدي هدد سلامة اللعبين وطاقمهم وللأسف سنكرر عبارة لم يتوقف الأمر هنا بل وصل إلى هذه الصورة التي ستظهر الآن مدرب ليون فابيو غروس وعلى وجهه نتيجة اعتداء جسدي من مناصر مارسيليا هكذا أكرمهم ضيفهم شكرا مشاهدين على المتابعة